اشتركوا في القناة 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 وده جزء من طويتك وبتوسطق الجرائم اللي بتحصل وبعدين بتحكي بقى الرواية المصرية في الاول في الافانتترة بتحكي الرواية المصرية لإيه قصة الاصراع ده كله وده بدأ ازاي ومين الناس دي وعملت ايه فالولاد الصغيرة لما يتفرجوا هيعرفوا فين ولاد كتير ما يعرفوش ايه قصة دي ولا يعرفوا في اسرائيل دي ظهرت ازاي ولا ايه اللي حصل ولا الاحتلال ده ايه وبتقال لهم معلومات مغلوطة برضا يعني على مواقع التواصل طبعا ففكرة المزج ما بين الجزء التوصيقي والجزء الدرامي والجزء الانساني دي حاجة من الحاجات الحلوة في مليحة سيرين خاص الممثلة اللي عاملة دور مليحة عجباني جدا فرحان لدياب اول بطولة مطلقة ليه دي كمان من الحاجات اللي تحسب للمتحدة الحقيقة السندي انه انه قلبهم جامد مساحات كبيرة اه يعني اللي نجوم لسه على اول الطريق يلا اعمل بطولة وبطولة مسلسل مهمة والمسلسل الوطني السندي يعتبر مليحة في النص الاوليني شوفنا عصام عمر و احمد دايش و كل الابطال اللي معاه هم نفس الكلام سحيا رهان ناجح لان عصام عمر لما عمل بلته يعني كان دايما يقولك ايه الاعلانات تقولنا لا ده مش هيعمل اه ده كويس يعمل اوف سيزن او يعمل دور تاني او يعمل دور تاني او يعمل مسلسل على منصة لكن رمضان ومسلسل مهمة ويبقى احمد دايش و عصام عمر دي حاجة تحسب له جدا طبعا وجوه كتير جديدة يعني تقلقت اه 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 اساسا في مسلسل مساري اجبالي لو احنا نتكلم عن مساري اجبالي مساري اجبالي كله وجوه جديدة جهاد حسام اللي هي كانت طلع المحامية هي عاملة دور كمان دلوقتي في بدون سابق انظار دور هيل جدا ودور كبير نورين ابو سعدة اللي هي كانت بتحب احمد دايش برضو ممثلة هيلة ده هيشجع جامد انه نعمل اعمال كاملة بوجوه جديدة ومن يبقاش قلقانين من بعد ما ده خرج من المنصات لسيزن رمضان بصي هو سنة الحياة كمان فكرة ايه السنة دي بداية فترة انتقالية في الدراما اكيد كريم عبدالعزيز احمد السق احمد عز مونة زاكي كلهم وجوه بنحبهم وكلهم يعني نجوم كبر ومفيش جدال عليهم لكن من يبقاش فيهم حد يعمل شاب الزمع لكن في الاخر زي ما كريم ظهر ومونة ظهرت وكل الناس دي ظهرت في وقت كان فيه استاذ نور الشريف وستاذ فخراني ويسرة وكل النجوم دي وستاذ صلاح السعداني هو احنا داخلين على مرحلة جديدة مرحلة بقى عصام عمر وأحمد دايش والجيل ده كله هيبتدي يظهر هيبتدي بقى كريم وباقي نجوم الجيل بتاعه هيبقى ليهم انواع معانا من الدراما وادوارهم التانية مختلفة فهو ايها دي سنة الحياة احنا في الاخر احنا لغاية النهاردة وستاذ زيحة الفخراني موجود يعني مش هيمنع ان كريم هيبقى موجود وكل الجيل ده موجود بس الجيل التاني ده انا شايف ان فيه مسلسلات كتير جدا هتبقى ليه للفترة الجاية وحسس انهم قدروا قد ايه شيروا المسئولية انا شايف نجحوا جدا ومسلسل من انجح المسلسلات الحقيقة ومن اكتر المسلسلات اللي حافظ على اللقاع بتاعه طول رمضان نفس ده حصل قبل رمضان على طول فوتشت في مسلسل حالة خاصة مثلا يعني لو بالتو كان السالفات بس حالة خاصة قبل رمضان على طول الناس كلها كانت بتستنى يوم الاربع ده يجي عشان تشوف ايه الحلقتين الجداد فده دليل على ان الناس ابتدت يعني مش فارق معها اسم النجم قدمة الفكرة كمان الفكرة لو هي حلوة الناس هتبتدي تحبها وتتفرج عليها حالة خاصة من المسلسلات الهائلة نادين خن مخرجها الحقيقة يعني انا كنت بحب تتفرج على مصر وشوارع مصر بعنيها بجد يعني ليها ستايل معين في الاخرارات الجميل اه سواء صابرين او بسمة الاثنين اللي امهتين عملوا دور هاي الجدد برضو متأثرة بمدرسة محمد خان بشكل كبير طبعا طبعا فصابرين انا حاستها فعلا ام عصام عمر و بسمة حاستها ام احمد داشو وبسمة ده فكرة نعناعة ده دور جديد عليها وهي ما عملتوش قبل كده ما عملتش الستة الشعبية كتير فحتى كل الناس الاستاذ رجد الشامي كل محسن منصور كل الناس المسلسل ماي الغيطي كل الناس في المسلسل عملوا قدارهم حلو جدا حقيقة والنجمات الستة السنة دي جمان حسن عندهم جرقة في مسألة انهم يطلعوا امهات لشباب كبار خلاص بقى بيقدم دين الشربيني ام لفريق كورا ما عندهمش المشكلة دي ودي حاجة كويسة جدا يعني كل يعني تعالين لو احنا بنكمل بقية المسلسلات عندنا بدون مسلسل اسر ياسين بدون سابق انظار بدون سابق انظار وهم بيقدمون للحقيقة معضلة انسانية كبيرة في المسلسل من اول حلقتين نروح بس الفاصل ونرجع مستمرين في حدثنا مع الناقد الفامي عبدالله غلوش عن كل دراما رمضان فاصل ونكمل مع حضراتكم نرجع للحديث عن دراما رمضان مع الناقد الفامي عبدالله غلوش اهلا بيك وننورنا اهلا بيك وعايزين نتكلم بقى برضو على مسلسلات اللي انت شايفها يعني ممكن تكون كانت تاخد حقها اكتر من كده لكن اتظلمت مثلا في وجود جرعة مثلا من النوع ده كتير مثلا يعني اتظلمت عشان الدنيا زحمة يعني وحس انها لما تتعد هتاخد يعني رد فعلها احلى مع الناس منها مثلا سر الهي للروتينة المسلسل ده فيه مشاهد كتير حلوة واحداثة كويسة ده حسوا لما يتعد تاني الناس هتحبوا من المسلسلات اللي ما اتظلمتش بس هي تعرضت منصة بس لما تتعرضت تلفزيون هتحقق نجاح كبير كمان لحظة غضب الحقيقة ولحظة غضب من مسلسلات الستايل الجديد وما تعملتش وفكرة الجريق شويتين مخدق على واقع تواصل اجتماعي كلام كتير وبلاك كوميدي ما تعملش قبل كده ويعني الحقيقة صبا مبارك عملت الدور حلو جدا ومحمد محمد شاهين كمان عمل الدور هاي في المسلسل ده وعمل مشاهد كتير حلوة غير كده مش حاسس ان فيه مسلسلات اتظلمت يعني كل مسلسل خاد على قد التقييم الفني ليه الحاجة الحلوة الناس بتحبها وتتفرج عليها ويعني لو فيه مئة مسلسل مش تلاتين بس من المسلسلات اللي عجبتني السنة دي يعني فيه اكتر من مفاجأة حلوة بالنسبالي مسلسلات ممكن تشتوقع انها تبقى حلوة او انها تشد او انها افضل النهاردة 19 وانها افضل لتباعها لغاية دلوقتي مسلسل المعلم الحقيقة مسلسل حلو وقصته حلوة واحداثه كويسة صهر الصيغ مثلا كمان من احلى ادوارها مبارح مثلا عملت مشهد مع باباها لما اكتشفت انه هو سرق حماها مشهد هايل يعني واحدة حسستني احساس الواحدة اللي عندها كانسر وفي نفس الوقت هي مش متضايقة على تعابها قد ما متضايقة في صدمتها من والدها انا شايف المسلسل المعلم من المفاجآت الحلوة حق عرب من المسلسلات الحلوة والغاية دلوقتي محافظة على الرتم بتاعها وكل يوم يحصل حاجة حدث جديد وده ما بيحصلش دايما في مسلسلات التلاتين حلقة يعني مسلسلات التلاتين حلقة عادة كده بتريح تلات اربع حلقات وتعمل حدث حلو في حلقة حق عرب الحقيقة ما فيهوش الحكاية دي والمسلسل المحافظة على الرتم بتاعه وعجبني جدا ودويته اللي ما بين وفاء عامر والراضي الخولي الأساتذة الكبار طبعا أحمد العوض دي كمان عارف يغير ما بين كل الكاراكتر وكاراكتر بيعمله الحشاشين طبعا يعني ما ينفعش نتكلم على سيزة الرمضان وما تكلمش على الحشاشين السنة دي فيه علامات مهمة في الدراما سواء الحشاشين سواء جودر سواء مليحة تلات علامات مهمة كل المسلسلات في كافة وكل مسلسلات حلوة طبعا البقين بس تلات مسلسلات دول تحديدا تلات علامات مهمة وتلات مسلسلات بتبين قد ايه التطور الدراما عندنا في مصر مش بس ككتابة وكإخراج لكن كتصوير حسين عصر عامل تصوير هايل وعالمي الحقيقة في المسلسل ده زي ما تايمور تايمور عمل في مسلسل جودر تصوير هاي المزيكة أمينة وحافية زي كل المسلسلات عندنا بورك هتلاقي المزيكة المكياج المونتاج الجرافيك كل ده التلات مسلسلات دول تحديدا مسلسلات اللي انت تقولي بقى فيه ونحن نفتقد مسألة الإبهار دي يعني يمكن ده اللي بيودي ناس لدراما بر مصر صح مسألة الإبهار دي انشفاري جاعت في مسلسلات كتير السن أنا بصي إحنا في الآخر إحنا اللي علمنا الناس في الوضع العربي دي فكرة الدراما التاريخية تحديدا فإحنا إحنا الحقيقة يعني معرفش إيه الأسباب اللي خلتنا نبعد عنها في دول تانية سبقتنا سوريا سبقتنا فترة من الفترات تركيا سبقتنا فترة من الفترات لكن إحنا السنة دي عاملين مسلسلات لا تقل الجودة عن أي مسلسل مسلسلات دي لو هالناس كانت بتيجي في وقت من الأوقات تقول إيه ده إحنا إزاي إحنا ما عندناش حريم السلطان إحنا عاملين أحلى من حريم السلطان وعملين مسلسلات أحلى بكتير الحقيقة السنة طب عايزين نروح لبدون سابق إنزار الفنان أسر ياسين وهاني خليفة والحقيقة عاملين يعني بص يعني أصلا عندي دايما إيه حاجات كده إيه عارفها جواسيس بقيس مثلا من مراتي فكرة المسلسلات على جروبات الستات بتاعت تعمل ألق مع الناس في المسلسل ده عامل ألق مع الناس عامل مع الستات ألق كتير وبيتكلموا عليه وفيه ستات بقى دروقتي قاعدة اللي لسه مجايبين ببيهات جديدة هو أنا ده إيه ابني بجد أعمل أعمل حالة خواجز عند الناس المسلسل حاله ثلاث حلقات أنا مشوفتش حلقة النهاردة الحقيقة ثلاث حلقات جامدين بس أنا عندي مشكلة بقى أنا معرفش إيه اللي هيحصل في الاثناشر حلقة جايين لأن الأحداث سريعة ونتعرفت كل حاجة يعني المسلسل خلص يعني بالنسبالي كل حاجة حصلت ده مش ابنهم ده الولد اللي كان حتى سافروا لإسماعيلية عشان نشوفه في نفسه طلع توافى فأنا مش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده لو المسلسل فضل بنفس الإقاعدة بنفس الرتم ده فضلوا خليني مشدود ليهم وإنا عايز أعرف إيه اللي هيحصل في كل الحكاية أنا شايفه هيبقى ده الحصان السود الحقيقة في نص الثاني من رمضان ومن أحلى المسلسلات في رمضان بس أنا معرفش إيه اللي هيحصل بعد كده بس أنا شايف أسر ياسين درر هاي اللي بنعمله حلو جدا عيشة بن أحمد عملت معاه كذا مشهد حلو وأنا كنت مقلق من عيشة بن أحمد فكرة إنها تطلع أمه والحقيقة عاملة زي ما أنت قلت فيه جرأة عند النجمات إنهم عندهم مش مشكلة يطلعوا إحنا كان عندنا لغاية كم سنة فاتت بيبقى في النانية عندهم 50 سنة وفي الجامعة أو بيعايشين قصة حب قوية فالصغافة دي إنها تتغير حاجة كويسة أنا بقولك عجبني جدا إقاع أول ثلاث حلقات هايل هايل بجد يعني وصورة حلوة وشفت الإسماعيلية وشفت أماكن كتير لكن أنا مش عارف إيه اللي هيحصل بعد كده لو فضل بنفس الرتم ده ده حاجة عظيمة طيب عايت سألك عن الكبير جزء الثامن وقدم إيه أو إنت كنت متوقع إنه يقدم إيه في الجزء الثامن وقدمه أو ما قدموش وعمل إيه مع الناس موسف الآخر شئنا أباينا الكبير براند والكبير طيب هل الاستمرار فيه كان قرار صح إنه نعمل الجزء الثامن؟ ما هقولك بقى فكرة استمرار قرار صح أو لا ده نستنال للآخر عايز أقول لك أحياناً في مسلسلات بتيجي على الناس بتقعد مثلاً ما تتكلمش عندها 27 حلقة وتيجي على دولات حلقة وحلقة تالي ترين الثاني اللي فاتت مثلاً لو نفتكر جعفر العمدة جعفر العمدة كانت لغاية الحلقة الستاشر هو مسلسل الناس بتتفرج عليه زي مسلسل مسلسل حلو متشاف وحلو لكن من يوم سبعتاشر رمضان تحول جعفر العمدة إلى إن العزومات كلها بتتفرج على جعفر العمدة إن الناس كلها قاعدة لأهاوي فهو أحياناً حدث بغير الدنيا زي ما في سيزون زيتة مثلاً مهرجان المزاريتة اللي لما تعمل كان آخر 3 يام قلب الدنيا والناس كلها بتتكلم عليه أنا بوصفت دايماً في الحاجات اللي بتبقى ليها علاقة بكوميديا وإفهات وحاجات كده ما بحبش إن المسلسل يتعامل سنة ورسنة لأن ما بتلحقيش تجمعي كم كبير من الإفهات والمواقف والحاجات اللي تتخدم عليك الجزء السادس اللي اللي نجحه ونجاح كبير إنه قاعدنا خمس ست سنين ما كانش فيه كبير ففي الآخر بقى عندنا بلق كده إفهات ومواقف وحاجات تقدر نشتغل عليها فكرة إنه هنعمل سنة ورسنة صعب ومرهقة جداً أيوة السنة دي فريق الكتابة تغير أنا شايف الكبير لسه محافظ على على نفس جمهرياته ونفس الناس اللي بتحبه كبير مهما ما حصل حتى لو ما بيحصل إيه الناس بتحب تتفرج عليه بس أنا بعتم مثلاً على الكروب تاع الكبير إنه نفادي أو حتم صلاح ومحمد سلام هادرس هادرس اللي اتنين ظهروا متأخر شوية لو كانوا ظهروا وبدري كان هيفرق معهم لأن الستارت في الرمضان تحديداً بيفرق جداً مع الناس حلقة اتنين ثلاثة ولا نشوف هتكمل ولا لا صح فهم اتأخروا شوية يعني من ظهور في الحلقة اللي ظهرت فيها أمينة خليل معنا فادي كانوا كم مشهد الأزاز من بعدين المثالسة اللي بتدعي على الحقيقة طب بوجه عام كده وأخيراً شايف إزاي اللي بيميز السيزن ده من دراما رمضان موسى هنتكلم على ظوهر ظوهر فكرة إن المثلثل 15 حلقة ناجح مع الناس 11 المثلثل ودي نسبة كبيرة وأثرة مع الناس أنا بس الحاجة اللي مخدود منها ومعرفش الناس لأنها مش بحسها في الحقيقة كده بس المشاكل ما بالإخوات كتير جداً بجد في المثلثلات دي ده حتى جو در أخوه عنده مشكلة يعني أخوه أصلاً عنده مشكلة ففكرة الغيرة من الإخوات حساسها كتير جداً هم دول بس لكن أنا برك أنا حتى اتفاجئت جو در ذات نفسه ونفس الكلام فكرة الانتقام موجودة برضو في مسلسلات كتيرة جداً دي أبرز الحاجات اللي كانت يعني كقصص وأحداث بس غير كده أنا شايف أن احنا السنة دي ممكن مفيش مسلسل عامل زي جعفر العمدة اللي هو اللي دي بتبقى فلاتات كل سنة كل مجتمع عليه بس كل مسلسلات حلوة وكل مسلسلات لها جمهور وكل مسلسلات الناس بتتفرج عليها والحلو ان انت ما تعمليش مسلسل الناس كلها تتفرج عليه بس تعملي مسلسلات لكل شرايح المجتمع المسلسل تلاقي نفسك فيه أنا مش مهمة تتفرج على عشرين مسلسل المهمة تتفرج على مسلسل المسلسل ده يجبعني ويكفيني وابقى مرضي وحلو وده أظن موجود لأن مفيش مسلسل الناس ما بتتفرجش عليه وما بحبوش صحيح ويمكن كمان بعد ما بناخد الأوراق بقى كلنا مع بعض وبتدي أشوف المسلسلات لنا مشوفتهاش وبتدي أجدها باعها تاني بعد رمضان أنا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وأسعارتنا النهاردة لنقد الفاني عبدالله غلوش شكرا جزيلا على وجودك معاني كده مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا دايما نشوفكم على الفخير